2007 حبايب القلب رجعنا نكمل معكم في شرح الجهاز أو جهاز الدوران في مادة الأحياء لطلاب الأول ثنوي معي على الأستاذ أنس النجار في الحصة الماضية وقفنا عند موضوع اللي هو كان عندي مكونات الدم حكينا التكون الدم من شغلتين اللي هو اللي بلازمة الدم مكونات السائلة والمكونات الخلوية اللي خلال دم بيضاء والحمراء والصفاح الدموية وشرحنا كل جزء عنها بالتفصيل اليوم رح نأخذ آخر مكون في الجهاز أو في جهاز الدوران اللي هو القلب شو يعني القلب أي ناقع القلب مما تكون القلب وكيف سوف بصير القلب يعمل دور دموية صغرى ودور دموية الكبرى كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه في الحصة اليوم إن شاء الله في آخر مقطع وهو آخر جزء من أجزاء جهاز الدوران منحاول نخل الحصة قليلة مدتها عشان ما تمل وما تزهق يا حبيبي القلب أنك تقولي أستاذ حصة ساعة طويلة نص ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة فإحنا نعمل أشكل أجزاء الحصة فممكن تحضرن مرة واحدة أو أنك أنت تفصلهن جزء جزء وجزء طيب اليوم رح نبلش إن شاء الله في القلب لو سألتكم سؤال ودائم أحكي الطلاب القلب شو وظيفته؟ رح تقولي أستاذ القلب وظيفته إنه عبارة عن مضخها لضخ الدم في داخل أجزاء الجسم يقولك صح؟ أيضا طالب يقولي أستاذ القلب وظيفته إنه يحن على الحبايب يقولك صحيح بس لكن إيش؟ المقربين منك آه العائلة يعني ما تطلعش العائلة وكذا وهيك تمام بس طيب فاليوم درسنا عن القلب أو مكونات القلب ووظيفة القلب لو قلت لكم سؤال خارج المادة خطوه في صف التاسع اللي هو القلب أين يقع؟ أين يقع القرب؟ رح تقولي أستاذ في الوسط ما إلا قليلا إلا اليسار صح؟ دخليه من منطقة هاي في عند قيدك اليسار يكون في النص وين بس ما إلا جهة اليسار لو سؤالكم كمان سؤال قلت لكم القلب قديش حجمه؟ رح تقولي أستاذ طيب كل إنسان القلب عنده حجمه كقبضة اليد تمام؟ كل حسب كل واحد إيده قبضة إيده فبكون حجم القلب طيب نيجي نتعرف على القلب ونأخذ عن أجزاء القلب ونتعرف على الدور الدموي الكبرى والدور الدموي الصغرى وكيف وظيفتهم الثنتين كل هذا في هذه الحصة طيب القلب القلب عضو يضخ الدم إلى أعضاء الجسم عارفه الحكي هذا شو وظيفته؟ إنه عملية ضخ للدم ضخ الدم ينبض ويضخ الدم إلى جميع زائد دسم المختلفة عن طريق الدورة الدموية رح نخذها في آخر الحصة الدور الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى رح نخذها بالتفصيل ومجهز لكم إشي حلو إشي مرتق طيب هو يتألف من مما يتكون القلب من أربع حجرات أو منسميه أنا شو يعني حجرة؟ عبارة عن غرف صغيرة منسميها حجرة أربع غرف أو أربع مناطق أو أربع حجرات بتكون منها القلب رقم واحد الحجرتين العلويتين العليات تعال مع بعضنا نشوف شو هنا إذن هاي القلب هاي القلب فالصورة عندي هنا التركيب الخارج القلب والتركيب الداخلي القلب مما يتكون القلب خليكم معي حبة حبة عشان نتعرف على القلب وتعرف لي الرسمي هاي كيف أجت وكيف مشعت يتكون القلب من أربع حجرات حجرتين العلويتين اللي هي حطوكم لون عشان نبين معكم لون أصفر اللي هي الحجرة العلوية هان وهاي الحجرة العلوية شايفين هان؟ فهاي الحجرتين مسموهن حجرات علويات في منطقة الأعلى قريبات على وين علماء؟ قريبات على الأذن فسموهن الأذنين شو سموهن الأذنين؟ طيب أنا عند هاي القلب أي يد هاي يد اليسار وهاي يد اليمين فرح يكون عندي هانا أذين أيسر والجهة المقابلة الأذين الأيمن إذن أذين أيسر وأذين أيمن حلو؟ هاي أول غرفتين في القلب أذينين الأذين الأيسر والأذين الأيمن فهدين رأيك في الامتحان تخربت في الاتجاهات فالقلب أنا هيك اتجاهي هاي القلب بتاعي رح يكون هانا عندي أذين أيسر وهانا عندي الأذين الأيمن طيب هاي أول حجرتين رقم واحد ورقم اثنين الأذينين طيب رح يكون في القلب في المنطقة السفلية منه كمان حجرتين اللي هنه قريبات على منطقة إيش؟ البطن فمنسميهن البطينين أو البطين رح يكون نفس الإشي طلعوا معي البطين وهذا عبارة عن ايش؟ عن الهو البطين فراح نلاقي إنه الجهة اليسار رح نسميها البطين الأيسر والجهة اليمین رح نسميها البطين الأيمن فعندي أربع حجرات أربع غرف في القلب الأذينين والبطينين اللي قريبات على cocoa منسميهن أذينين واللي قريبات عبرتن شو منسميهن البطينين وحسب الاتجاه رح يكون عندي في القلب جئة أو جهة يسرى وجهة يمنى جهة يسرى وجهة يمنى اختراف اللي بالتفصيل حبة حبة إذن أول مكون في القلب أربع حجرات أذينين وبطينين الأذينين راح نلاقيهن في المنطقة العلوية والبطينين في المنطقة السفلية من القلب تمام تمام هاي بالنسبة لمن الأول مكون نرجع نشوف شو بتكون أيضا إذن حكينا عن مين خليكم أعثواني بس الحجرتين العلوياتين حكينا عنهن شو ما يعرفون بسميش الأذينين أذين أيمن وأذين أيصر حلو تمام يا أستاذ ويصلهما الدم من الأوردة أيوة الأوردة حكينا في درس سابق أن الوريد بيرجع الدم على القلب الوريد بيرجع الدم على القلب حسنا سترحها بالتفصيل لكن بعد ما ننهي شرحنا للموضوع اللي معناهن اللي هو أني عندي حجرتين سفليتين لهم مين تعرفان باسم البطينين اللي هو بطين الأيمن والبطين الأيسر إذن عندي أربع حجرات بطينين وأذينين حلو تمام ويقسم أو يصلوهم دم من مين من الأذينين إذن الأذينين رح ينقب ذن ورح نشوف فيديو كيف الأذينين بصب في داخل البطينين فإذن نرجع على الصورة رح نلاحظ أنه في الصورة هاي عندي بس نمسح للإشي اللي حكيناها تمام أنه أنا عندي أذينين وعندي بطينين صحيح تمام تمام الأذينين رح يوصلهم الدم من وين من الأوردة من الأوردة تمام طيب لكن البطينين رح يوصلهم الدم من مين من الأذينين فالأذينين رح يصبوا الدم في مين في البطينين فالبطين من وين بيجي الدم من الأذينين من الأذينين لكن الأذين من يجي الدم من الأوردي من الأوردي تمام؟ فالأوردي راح تصب الدم على الأذينين تمام؟ حلوين أستاذ طيب بعد ذلك المكون الذي يليه اللي بيحكيه أنه هو إيش الحاجز في عندي حاجز فصل حاجز يفصل يفصل القلب عموديا بشكل عموديا سترح نشوف التفصيل تمام؟ هذا الحاجز يقسم القلب إلى جهتين يمنى تضخ الدم إلى الرئتين ويسرى تضخ الدم إلى جميع أجزاء جسم ونحن نتعرف عليه كمان بالتفصيل وظيفته يمنع الحاجز اختلاط الدم المؤكسج بغير المؤكسج فهمنا يا أستاذ؟ فهمكم يا تعالوا نرجع الرسمي هاي القلب المسكين القلب هايش اللي دائماً إيش إحنا مش هتطينه معنا تمام؟ فالقلب يتكون من أربو حجرات حكيناهن القلب بيصب الوذنين في البطينين حكيناهن القلب بيجي الدم من الأور دي حكيناهن سلوان الحاجز هاي الحاجز هذا الحاجز رح يفصل لي شايفينه؟ هاي هذا الحاجز رح يفصل لي الجزء الأيسر من القلب عن الجزء الأيمن من القلب فلاحظ أنه جزء الأيسر من القلب عن جزء من الأيمن طيب الأيسر دائماً الجزء الأيسر سبحان الله في القلب بيكون محمل في دم شو ماله؟ في غاز الأكسجين الأيسر في دم أكسجين أما جزء الأيمن دائماً يكون محمل في غاز السي أو تو سبحان الله فالحاجز بمنع أنه الدم يخطلت المؤكسج بغير المؤكسج شيعني مؤكسج؟ يعني يحتوى على غاز الأكسجين حلوين؟ حلوين تمام؟ فعندي حاجز عندي أذينين وعندي بطينين وعندي إيش؟ عندي حكيناهن في عندي رح يكون في أشرايين وأوردي تمام؟ تمام فالحاجز وظيفته يفصل الدزء الأيسر عن دزء الأيمن لكي أو عدم اختلاط الدم المحمل في الأوتو والأوتو والدم المحمل في السي أو تو حلوين طيب نكمل شرح خلصتنا من أضواء الأجزاء فتبعوا لي على الأجزاء وحدة وحدة إذا خلصنا إحنا شو خلصتنا سنة مخلصين؟ خلصنا الأذين والبطين الأذين والبطين والحاجز تمام؟ تمام نكمل تفصل الصمامات أيوة رح يكون بين الأذين وبين البطين صمامات هاي الصمامات بيحكي لنا تفصل الصمامات الأذينين عن البطينين وتفصل البطينين عن الشرايين المتصلة بها نشوفين؟ نشوفين طيب إذن طلعوا لي طلعوا لي على المنطقة هاي اللي عليها إيش؟ دائرة وهاي عليها شمالها دائرة وهاي عليها إيش؟ دائرة هس هذولة عبارة عن صمامات تفصل بين الأذينين وبين مين؟ بين البطينين إذن تفصل بين الأذينين وبين البطينين طيب رح نسميه الأسماء وتبعوا لعسماءזن الصمام اللي بيفصل بين أذينين الأيمن والبطينين الأيمن اسمه الصمام ثلاثي الشرفات ثلاثي إيش؟ الشرفات اللي هو عبارة يعني عبارة عن إ harms إنه وثلاث زي شو يعني شرفة في العرب الفصحى شرفة معناها زي شباك أو بوابك أو كذا فمنسميه صمام ثلاثي الشرفات الشرفات اللي هي بين أذين الأيمن والبطينní Alum background خطر Bkan فضلي اياها وضروري جدا تكون عارفها انه الصمام وظيفته بان لون يبين هيض اللون انه يسمح انه الدم ينزل من اذين للبطين وعدم ايش عودته فقط وظيفته انه يكون وان ويه تجاه واحد من الاذين للبطين وعدم عودته تذكروا وان لقنا في عنا صمامات في داخل جوة الاوردة صح الاوردة في صمام لانه الدم ديطلع من القدمين حكا مثلا لمية للقلب فعشان الدم ما يرجع اذا رجع الدم ممكن يعمل لي امراض منها مرض الدوالي لقدمين دوال السقين صح بصير فيه عملية ايش ازاي شرائل ازرق واخضر نبين في الرجل صح طيب هس الصمام هذا بين مين ثلاث شرفات بين الاذي الايمن والبطين الايمن صح يا استاذ طيب رح نلاقي انه عندي صمام ثان بفصل بين الاذي الايسر والبطين الايسر اسمه صمام ثناء الشرفات جسمه ثناء هانا ثلاثي بين الايسر بين البطين الاذي الايسر والبطين الايسر صمام اسمه صمام ثناء الشرفات هانا شو اسمه صمام ثلاثي الشرفات اذا بين الاذي الايمن والاذي الايمن بطين الايمن صمام ثلاثي وبين الأذين الأيسر والبطايل الأيسر شماله اللي هو عبارة عن صمام فناء الشرفات تمام؟ في الرسمة هاي تبعوه حب حب حلو وذوه كمان فيه صمامات تقع في داخل الأوردة فلاحظ الصمام اللي بين البطايل الأيمن والصمام اللي بين الشريان الرئوي فيه صمام شايفينه؟ هذا الصمام اسمه الصمام نصف القمري اسمه صمام نصف القمري فذول الصمامات الموجودات في الرسم عندك صمام واحد صمام اثنين صمام ثلاث وظيفتها إنها تود الدم باتجاه واحد وعدم عودته فأسألت لك سؤال الصمام الذي يقع بين الأذين الأيمن والبطايل الأيمن شو اسمه؟ صمام ثلاث الشرفات الصمام الذي يقع بين الأذين الأيسر والبطايل الأيسر شو اسمه؟ صمام ثناء الشرفات طيب والصمام الذي يقع بين البطايل الأيمن والشريان الرئوي رح طلع على الصورة هنا رح يكون عندي إيش؟ رح يكون عندي طريق هاي الطريق طلعوا كيف رسموا لي إياها فعقلكوا تخيلوها رح يكون في طريق شايفينه؟ هاي الصغيل وهي بطايل وهي عبارة عن الوريد فالطريق هاي رح يكون بناته إيش؟ صمام بين البطايل وبين الشريان الرئوي اللي هو بسميه صمام نصف القمري صمام نصف القمري تمام؟ إذن هؤلاء صمامات مذكرات في المنهج إذن خلصنا أربع حجرات خلصنا إنه فيه صمامات خلصنا إنه فيه حاجز بيمنع القلب والصمامات اللي هو وظيفة حكينا أنه تمنع مثلا هذا الدم شو رح ينزل؟ من بطايل أمين؟ من أذين للبطايل وبمنعيش إنه يرجع من البطايل على الأذين حلوين؟ تمام؟ تمام طيب ظل عندي يا أستاذي إنك تعرف لي نمسح 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 بعدما خلصتنا الأذينين والبطايلين هاي رسم العادين من نغسكها شوية شوية حبة حبة ظل تعرف لي شو الشريين الخارجة من القلب وشو اسم الأوردة الداخلة على القلب وتبعوا معي مع بعض يلا الشريان الأول اللي هو أكبر شريان في جسم الإنسان من سميه الشريان الأبهر وأكتب ماي الحكي بدي حكيه لك إياه اكتب ماي الحكي بدي حكيه لك إياه أشأن أبهر بتلاحظوا إنه أشأن أبهر رح يكون خارج أو اللي هو البطايل الأيسر البطين الايسر رح يضخ الى الشريان الابهر الايسر بده يضخ الى الشريان الابهر طبعا حكنا شو وضع الشريان الشريان وظيفته نقل الدم من القلب الى الجسم او من القلب او خارج من القلب فالشريان وظيفته انه الدم يطلع من القلب حلو اكبر شريان اللي رح يودي الدم الى جميع أجزاء الجسم بسموه الشريان الأبهر أو بسموه الشريان التاجي زي طالعوا كيف زي التاج جاي شايفينه إله ثلاث أينه ثلاث إيش فتحان مين بوصلوا الدم بيطلع الدم إنه بطين أيصر راح ينقبض راح نشوف فيديو ويطلع الدم إلى الشريان الأبهر حلوين حلوين بدي منكو واجب بدي منكو واجب تعرفوا لي إذا في بين البطين وبين الشريان اذا في صمام ولا ما في صمام في ولا ما في طيب هاي بالنسبة لأول شريان ثاني شريان اسمه الشريان الرئوي الشريان الرئوي اكتب عندك وظيفته انه يود الدم من القلب اسمه ايش الرئوي الى وين الى الرئة الى وين الى الرئة راح يود الدم من القلب للرئة بسموه الشريان الرئوي اما الابهر وظيفته انه يود الدم من القلب الى جميع زاد يسم حلوين حلوين الشريان الرئوي شلونه الصورة هاي شلونه شلونه حمود الصغير شلونه الشريان ازرق الرسمة اي شي لونه ازرق بس هو مش ازرق بفعل هو كرسمة بيعطيك ازرق انه رح يكون محمل في دم CO2 غير مؤكسج حكتلكم اياها كل الشريانات كل الشريان تنقل دم محمل في الاكسجين الا الشريان رئوي شو بنقل دم محمل في CO2 شو بنقل CO2 هو الوحيد طيب اذا خلصنا الشريان ابهر وخلصنا الشريان رئوي اذا نفيدي الشريانين شوف الاوردة اللي رح ترجع الدم على القلب اللي رح ترجع الدم من الجسم الى القلب طبع معي اول وريد اللي هو بنسميه الوريد الأجوف بس أجوف إيش أجوف علوي وعندي من تحت أجوف سفلي إذن عندي أجوف علوي أجوف سفلي وأجوف إيش أجوف علوي الوريدان منسميه نجمحن الوريدان الأجوفان العلوي والسفلي هم اللي برجع الدم من الجسم للقلب إذن الأجوف العلوي أجوف سفلي هذا رح يرجع الدم من أجزاء العلوية للقلب بعد ما ينقل إله الأكسجين وكذا ويرجع الدم للقلب والأجوف السفلي اللي رح يرجع الدم من أجزاء جسم السفلي إلى مين؟ إلى القلب عندي وردين أجوفان هخلصنا هنا طيب اللي ودى الشريان أو ودى الدم للقلب للرئة شو سمناها؟ شريان رئوي واللي رح يرجع الدم للرئة للقلب بعدها رح نشوف كيف بعدها أنه صار فيه غاز أكسجين وتبادل غازات في الرئة اللي هو بسميه الوريد الرئوي الوريد إيش؟ الريوي ينقل الدم المحمل في الأكسجين وهو الوريد الوحيد ها كيف شعر ستحكي لك الوريد الوحيد اللي بنقل الدم محمل في الأكسجين إلى وين بيرجع من الرئة؟ رح نشوف كيف يرجع من الرئة وين على القلب يرجع وين؟ من الرئة على القلب فبالتالي أنا صرت عارف وصرت فاهم وشايف الأوردة وريدان أجوفان ووريد رئوي برجعوا الدم للجسم إلى القلب واللي بيطلعوا من القلب للجسم شريان أبهر وشريان رئوي فعندي شريانين وعندي وريدين وعندي أذينين وعندي بطينين وعندي صمام ثلاثي وصمام ثنائي وصمام يسمونه نصف قمري وعندي حاجز فأن هذولة عبارة عن مكوانة القلب في الامتحان راح أجيب لك الأستاذ أو راح أجيب لك المعلمة هاي الرسمة تقول لك حدد أو تحكي لك الأستاذ حدد الأجزاء التالية على القلب زي راح تلاقي فيه سؤال في أصلت الدرس هذا السؤال هذا السؤال كثير مهم لأنه يبين لي فيه الأجزاء كاملة أجزاء شمالها الأجزاء كاملة فممكن أسألك مثلا سؤال أقول لك مثلا ماذا يمثل رقم ثلاث على الشكل ايك شقم ثلاث شو دمثل راح يمثل لي إيش راح يمثل لي الأذين أي واحد فيهم هاي أنا جهتي الأذين الأيصر الأذين الأيصر طيب رقم ستة راح يمثل لي إيش هالمنطقة البطين الأيصر طيب رقم مثلا نحكي لك رقم تسعة لانشان ملت في الحجرات تسعة تسعة شو تمثل تسعة وذين أي واحد فيهم أيمن طيب رقم سبعة على الشكل رقم سبعة بطين أيمن فإذا ثلاث وستة وتسعة وسبعة عبارة عن إيش عبارة عن الحجرات شايفين هين عبارة عن إيش عن الحجرات هاي تمام تمام أجي أسألك عن رقم أربعة أو رقم عشرة أو قابل قابل عشرة أو عشرة عشرة طيب رقم عشرة سمعت قول لي أن هذا رقم عشتة حاجز هذا بطين لو بده حاجز كان عمل لك سهم وقال لك أنه هذا الحاجز هذا شو اسمه هاي الحاجز نبين معي هذا عبارة عن إيش عبارة عن الحاجز بفصل لي بين الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى والجهة اليمنى تبع معي على الصور طلع معي اللون شو اللون هذا كله شو اللون هذا يلا حكوا معي شو هذا اللون أحمر وشو هذا اللون أزرق فرح ألاحظ أنه الجهة اليسرى من القلب بتكون دائما محملة في غاز الأكسجين والجهة اليمنى رح تكون محملة في غاز CO2 حلوين فإن دائما طب شو الحاجز هو وضيفت الحاجز يمنع اختلاط الدم CO2 مع مين؟ مع الأوتو فالجهة اليسرى من القلب الأوتو الجهة اليمنى CO2 تمام؟ تمام رقم واحد مثلا شو وضيفت رقم واحد؟ شو اسمه أصلا؟ رقم واحد شايفينه هاي في التاج هاي في الرأس في القمة الشريان التاجي أو بنسميه الشريان الأبهر رقم اثنين رقم اثنين ايشي طلع السهم؟ خارج من القلب ايشي طلع الدم من القلب بنسميه شريان طلع السهم هنا؟ شريان بيطلع الدم من القلب شريان شو لونه؟ أزرق فيش غيره شريان أزرق لونه الشريان الرئوي الشريان الرئوي رقم ثمانية اللي بيرجع الدم على القلب من فوق وبرجع الدم على القلب من وين من تحت الوريد الأجوف العلوي وهذا طلع السهم السهم وين داخل على القلب إذن هذا عبارة عن وريد عبارة عن وريد أجوف سفلي طيب لو سألتك عن الصممات مثلا الصممات لاحظ لي على الصممات الصمام طرق كيف اتجاهه من أذين على البطين الصمام من أذين على البطين شايفينها من أذين عوين على البطين بس اتجاه واحد وين وين فقط شو منسمي الصمام من بين أذين والبطين اسم الصمام ثناء الشرفات طب الصمام من بين الأذين الايمن الازرق هذا والبطاية الايمن شو اسمه صمام ثلاثي فبالرسمة هاي انا قدرت اميز طب عشرة اخر اشي اللي برجع الدم على القلب شو اسمه هذا اسمها ايش ايش برجع الدم على القلب شو حكينا وريد وريد رئوي بس لاك شو لونه احمر ليش احمر لان الوريد الرئوي شو الوحيد بنقل الدم ايش محمل في الاوتو فايش ازرق بنقل CO2 ايش احمر بنقل اوتو فانان هاي الرسمة بتدني على الرسمة القابليها اللي هي بس اوضح من مين اوضح من رسمي السابقة يعني اكثر من هيك شرح انه هاي قاعد ايش سوي لك انا نفرط في القلب فرطنا القلب فرطناه فرطه تمام طيب حلوين تمام طيب خلا نشوف فيديو عالحكي هذا بنحكي فيه عن موضوع ايش موضوع اللي هو القلب منلاحظ عندها القلب وقاعد شماله القلب بنبض وبضخ الدم الى اجزاء الجسم فبنلاحظ طلعوا معي انه عندي الجهة الجهة اليمنى والجهة اليسرى left right فبتلاحظ شلونها احمر اللي هي دم CO2 وهان دم CO2 دم O2 والجهة اليمنى دم محمل في CO2 طيب نكمل في شو راح نصير في الفيديو نشوف شو راح شرحنا لاحظوا انه انا عندي هي عندي هنا الريأتين استنوا شوي ثواني ثواني طيب بعدين صلوا عن النبي طيب راح نلاحظ انه راح يودي جزء على الريأتين ويرجع القلب ويش يروح وين الزائج جسم المختلفة راح شرح حسن اللي هي دور دمية الصغرى دور دمية الكبرى ورح يتم فيها في الشعرات الدمية هاشي عبارة عن الشعرات الدمية تبادل غاز الاكسجين والغزاء طيب فعندي انا عبارة عن نبض القلب تقريبا بيحكي انه ينبض القلب في الدقيقة سبعين حكينا في التاسع سبعين مرة في الدقيقة وحكينا يبلغ حجم الدم اربعة لخمس سيلتي طيب طلعوا لي على الدم طلع 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 رجع الدم للقلب محمل في غاز سي او تو غاز سي او تو تمام على الاذين والبطين بعدين مع التقديم والترجيق ركز معي لوح طيب اللوح طيب طيب فاذا انا رجعت الدم السي او تو على القلب طيب اما الجهة اليسرى من القلب الجهة اليسرى رح ترجع اللي طلعوا رح تعال رئتين عشان تعمل دورة الدموية الصغرى سيحن نشرحها بالتفصيل وبترجع الدم المحمل في الاكسجين على وين على البطين او الجهة اللي يسرى محملة في غاز الاكسجين عشان نشرح هاي العملية ونشرح هاي الدورة عملتلكو ملخص لمين؟ ملخص الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى ومش راح تلاقيه هذا ملخص في اي منهاج او في اي كتاب لانه انا ملخص لك كيه بشكل حلو نيجي نشرح اخر موضوع في الدرس عن الدورة الدموية تتبع معي كثير منيح لانه هذا السؤال كثير مهم ممكن استاذ ممكن معالمي نتسألك عنه اللي هو تتبع مصار الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية شمالها الكبرى طيب نيجي نحكي شو معنى سكين المد صغرى ليش سموها ليش سموها دورة دموية صغرى ليش سموها دورة دموية الكبرى طبقوا معي يلا نعم بعض بسم الله تقسم الدور الدموية في الإنكاءات الحية إلى دورتين حسب مصارها حسب مين؟ حسب المصار إذا كان مصارها صغير من سميها الدور الدموية الصغرى بيسموها إيش؟ الرئوية شو سمها؟ الرئوية لأنه حركتها فقط من القلب للرئتين من القلب إلى الرئتين فقط فمصارها صغير بس من القلب على الرئتين وترجع من القلب على الرئتين شو ما بترجع فمصارها صغير فشو سموها؟ الصغرى طيب وظيفتها نقل الدم غير المؤكسج اللي غاز CO2 اللي بيكون في القلب اللي رجع القلب من الجسم وين ديودي على الرئتين ثم تعيد الدم المؤكسج إلى وين؟ إلى القلب بعد ما تم عملية تبادل غازات في الرئتين بترجع الدم الأحمر وين؟ على القلب تمام؟ طيب الهوس غاز محمل في O2 وبعد ذلك يتم نقله إلى جميع الجسم عن طريق الدور الدموية شمالها؟ الكبرى يعني بعد الدور الدموية الصغرى بيجي عندي مين كبرى؟ الدم بدخ الدم أو القلب بدخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم رياضة اعمال لي صحصح اعمال لك إشي مفيد جيب شبس كذا صحصح معي طيب الدور الدموية ثانية الدور الدموية سننوخذ في المصار تاعها أو خلينا خلينا شو خلينا نوخذ ايش؟ المصار تاع الدور الدموية الصغرى المصار تاعها من وين إلى وين تمشي؟ يعني مثلا عندي باس مثلا عماني سويلح مثلا اللي بكون عند جامعة أردنية بسيلي يقول لك سويلح 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 صح؟ وبيسحب الراكب مين؟ من الشارع بجوء في الباس فرح يكون مثلا مصاره مثلا جامعة مستشفى كذا بروعة سويلح برجع ويرجع وين؟ ووقف عند دور الدخلية مثلا تمام وهكذا فهذا المصار رح يكون نفس الاشي فيه مصار للدم في دور الدموية الصغرى مصار مؤين سبحان الله أول شي رح يكون الدم وين؟ في القلب تحديدا في الأذين ماله الأيمن طيب انت بتسأل حالك سؤال الأذين الأيمن أو الجهة اليمنى من القلب شو بتكون محملة؟ رح تكون محملة في غاز CO2 شو بتكون محملة؟ في غاز CO2 طيب وين تحدي في الأذين الأيمن؟ الأذين الأيمن رح ينقبض ويود الدم لوين؟ للرئتين من القلب حكينا وين؟ عن الرئتين لكن أي طريق رح يصلك رح يصلك طريق الشريان الرئوي فالشريان الرئوي رح ينقل الدم من القلب إلى الرئتين عن طريق الشريان الرئوي شو رح يكون محملة في غاز CO2 طيب وصل للرئتين شو رح يصير في الرئتين؟ اكتب عندها عملية ايش في الرئتين؟ تبادل للغازات رح اخذ CO2 في الرئتين ابدله في غاز شو اسمه؟ غاز الاكشجين في الرئتين طيب الريتين نقط الدم اموره تمام صار فيه اكشجين بدها ترجع وين؟ على القلب عشان القلب شو ماله؟ يضخ الدم إلى جميع الجسم طيب كيف الرئتين بدها ترجع الدم عوين؟ على القلب عن طريق الوريد الرئوي طيب وش هذا وريد؟ لكن هذا الوريد رح ينقل دم محمل في الاكشجين فإذا انا وديت دم محمل في السيوتو ان القلب على الرئتين صفالي اياه ورجع لي اياه على الاقلب وين رح يصب الدم تحديدا في القلب؟ في الاذين الايسر في الاذين الايسر ثم الاذين رح ينقبض ويصب وين؟ يروح وين على الاذين؟ الايمن وهكذا حتى الدم شو ماله؟ يتكون او يتحول من غاز يوتو إلى غاز اوتو طيب خلينا نتبع او نمشي على الموضوع مرة ثاني طيب هيا بس خلينا نتبع عليها الاذين او بتكون بطينا ناس اتأكد منها طيب تبعولي على الرسمة تبعولي على الرسمة هاي يبدأ يبدأ الدور الضم O الصغرى من البطين الايصر من اوان؟ من البطين الايصر صحيح؟ لا مش الايصر خليك خليك ثوماني ثوماني الجهة اليمنى الجهة شمالها اليمنى اللي بسميه ايش؟ القلب رح يبلش في مين؟ رح يبلش الدم يضخ الدم من وين؟ من البطين الايمن أصلا مين راح يكون جايي الدم راح يكون جايي من وين من الأوذين الأيمن راح ينزل الدم المحمل في غاز CO2 من الأوذين لمن دا البطاين حلو البطاين راح ينقبض راح ينقبض ويضخ الدم عن طريق الشريان الرياوي راح ينقبض ويضخ الدم عن طريق الشريان الرياوي وين دروح فيه دروح فيه على الريأتين رح فيه على الريأتين يتم في الريأتين تبادل الغاز CO2 وتحويله إلى غاز الأكسجين حلوين تبادل الغازات بدي رجع الدم وين؟ بدي رجع الدم على القلب رح يرجع الدم المحمل في الأكسجين عن طريق الأورد شمالها الرئوية أورد شمالها الرئوية رح تصب في الأذين الأيسر رح تصب في الأذين الأيسر رح يصير دم هنا شماله أكسجين بعد ذلك أذين الأيسر رح ينقبض ويصب الدم إلى وين؟ إلى البطين الأيسر حتى البطين الأيسر رح نشوف كيف رح يبلش من خلاله الدورة الدمية شمالها الكبرى إذن هنا عند تعديل صغير القلب رح يبلش من أذين الأيمن رح يبلش في البطين الأيمن البطين الأيمن تمام؟ تعديل بسيط أنه هنى شماله البطين الأيمن راح يودي عشان رىوي بعدين راح يودي على الريئتين والريئتين راح ترجع الدم إلى القلب عن طريق الأورد الريئويه وتصب في القلب وينّ تحديداً في الأذين شماله في الأذين الأيصر في الأذين الأيصر إذن هنى عملية شمو الأذين راح Leg2 مين في بطين وهاك فهن شيف اُكتب لي أنا البطين الأيمن Pretty qualify انظر على الفيديو شوو الفيديو مع بعض طلعوا طلعوا شو حسير هاي القلب الدم أجاه من وين أجاه الدم من الجسم إلى وين الجهة اليسرى أو الجهة شمالها اليمنى من القلب الجهة شمالها اليمنى فالدم رح يضخ من وين من البطين الأيمن وين دروح فيه عن طريق الشريان الرئوي إلى الرئتين في الرئتين سوف يتم عملية تحول غاز CO2 إلى غاز O2 ورح يرجع على القلب طلعوا رح يرجع على القلب عندما تحمل في CO2 عن طريق الأورد الرئوية إلى وين؟ إلى الأذين مين الأذين اللي هو الأيصر الأذين الأيصر إذا نبلش في البطين وبنتي في الأذين بس البطين الأيمن وبنتي في الأذين شماله الأيصر هنا رح يكون CO2 ورح يرجع هانا يا شغاز O2 تمام؟ حلوين؟ تمام يا أستاذ طيب حسوين الدم صفة عندي؟ في الأذين إيش؟ لونه أحمر الأذين الأيصر أحمر تمام؟ في الأذين الأيصر رح ينقبض طرعوا كيف؟ رح ينقبض وينزل الدم على ها شفتوا كيف؟ على البطين طيب البطين أي واحد هذا فيهم؟ بطين الأيصر شو رح يعمل؟ رح ينقبض ودخ الدم عن طريق الشريان الرئوي إلى باقي أجزاء الجسم مثلا رح نعرف في التفصيل رح نعرف في التفصيل هاي الصممات شفين الصممات؟ الصممات قاعدة بتسكر وبتدخل الدم من الأذينين على البطينين الأذينين وين؟ على البطينين معلش طولنا عليكم بس إيش؟ شان تفهم الوضوء أكثر في حلقة الصممات بالتالي صوت الصممات هاي رح تسمع صوت إيش؟ صوت القلب ضم 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 في صوت نبصح عن طريق إيش الصممات هاي فإذن هاي عبارة عن الدور الدموي الصغرى ومصارها طيب نيجي نكمل أو نرجع نكمل في الدور الدموي شمالها؟ الكبرى هاي الصغرى طيب الكبرى اللي هي كالآتي الكبرى اسمها الجهازية شو اسمها؟ الجهازية اللي رح تضخ الدم إلى جميع أجهزة جسم الإنسان وظيفتها نقل الدم المؤكسج اللي أجاه من الرئاب ستسوي القلب يضخ الدم إلى جميع أجهزة جسم بعيداً عن القلب إلى بقية أنحاء الجسم أو أجهزة أجزاء الجسم بعدما الجسم يأخذ غاز أوتو ويطرح غاز سي أوتو السي أوتو رح يرجع عوين غير المؤكسج إلى وين إلى القلب غير المؤكسج إلى وين إلى القلب مرة أخرى يتم نقله إلى الرئتين برجع القلب بعد ررجع السي أوتو إلى الرئتين عشان أعمل دور الدموية صغرى وهكذا صغرى وكبرى لحكيها طيب شو المصار تاعي؟ المصار تاعي كالآتي رح يبلش السغرى من مين الكبرى؟ طلعوا معي الكبرى حتبلش مين دور دموية الكبرى؟ رح تبلش من البطاين الأيصر البطاين الأيصر أجاه دم من أذين محمل في غاز إيش؟ محمل في غاز الأكسجين اللي أصل لون أجاه للأذين أجاه من الرئتين البطاين صار أقول له خلاص أنا خلصت أموري أي أوتو بدي أشو أسوي بدي أضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق الشريان الأبهر فالبطاين الأيمن أبطاين الأيصر بدخ على الأبهر بطاين الأيصر على الأبهر بطاين الأيصر يصار شلون دم؟ أيصر أحمر فإيه دي يكون الجهة اليسرى أو أيصر بدي يكون دون الدم أحمر طيب الشريان الأبهر رح يوزع الدم إلى جميع أجزاء الجسم ويتم التبادل من غاز اكسجين الى غاز واسمه غاز CO2 والله صوت انبح بعد ما يصير التبادل رح يرجع الدم الى وين رح يرجع الدم الى القلب عن طريق اللي في الاسفل بيجي عن طريق الوريد الوريد الاجوف السفلي واجوف علوي رح يرجع الدم وينصب على القلب في مين في الاذين الايمن الدورة الدموية السكبرى رح تبلش في البطين الايسر وتنتهي في الاذين الايمن عكس مين هذيك الكبرى او السغر بلاشت مين في البطين الايمن وانتهت في مين في الاذين الايصر الكبرى رح تبلش في البطين الايسر وتنتهي في الاذين الايمن كيف الدم برجع القلب عن طريق الوريدان اجوف علوي واجوف سفلي اذا هاي بالنسبة الى مين بالنسبة للدور الدومين الصغرى والدور الدومين الكبرى أيضاً هاي المصار بطين أيصر عن طريق الشريان أيصر أبهر بدي نقل إيش هندم أكسجين بدي يروح على أجل جسم مختلفة يصير فيه تبادل بين الأكسجين ويتحول إلى إيش إلى غاز اللونه وحكينا اللي سنحسير اللونه إيش أزرق ويرجع الدم المحمل في الأكسجين أو CO2 على القلب عن طريق مين الوردان الأجوفان ويرح يصبن اثنين رح يصبن في داخل الأذين شماله الأذين الأيمن الأذين رح ينقبض ويرجع دم على البطين أيصر وهكذا حتى إيش يتم عملية الدور الدومين شمالها الكبرى بتمنى إنه الجميع الصورة وصلته نرجع شوف الفيديو أو نكمله ونشوف شو رح يصير عندي طلع هاي القلب حكينا هاي عندي مين ها شفتوا كيف الحركة طلعوا كيف طلعوا كيف وصل الدم المحمل في السجين من الرئتين على القلب شو سوى باعته على دسم ووصل الدم المحمل في CO2 من مين جسم القلب ومديته على الرئتين فرح ضل العملية مستمرة هاي حتى الدم القلب يكون شغال صغرى كبرى صغرى كبرى رئتين برجع القلب القلب إلى جميع أجزاء الجسم وهكذا حتى يقوم القلب بعملية نقل المواد وغازات الأكسجين والCO2 إلى باقي طلعوا كيف هل أنوصل عندي الدم المحمل في السيو و 2 أو محمل في الأكسجين ضخيته القلب والCO2 إلى الرئتين ثم يرجع إلى القلب الCO2 إلى الرئتين يرجع إلى القلب فهكذا يتم عملية دور الدمي الصغرى والدور الدمي الكبرى في جسم الإنسان أو في جسم مكانة الحية فهي أزرق اللي هو رئتين قلب رئتين قلب القلب أن أبهر وبرجع بس حفظوا لي التجاهات الكبرى في البطين الأيسر هاي كبرى فيها بطين الأكسجين وحتى فيها الصغرى فيها بس مزرق فالكبرى فيها بطين الأيسر وهكذا هس رح يكون عندي فيها هنا في نقطة في الأذين رح تعمل عملية تنظيم اللي رح تجيها سعقات كهربائية أو سيرات عصبية تمام حثونا عن اسمها رح تعمل عملية تنظيم مبد القلب العضلة شمالها عضلة لا إرادية ممكن أحكي لقلب يعني بضلي بلا خمسين مرة اليوم هاي ما بزبط تمام فالقلب عضلة شمالها عضلة لا إرادية تحكم فيها مين الجهاز العصبي عن طريق إيش عن طريق بعت إلها السيالات عصبية في منطقة محددة بديية نعمل يكون واجب تبحثوا لي عنها المنطقة هاي فاللعندها أنا بعد ما إيش طلعوا كيف شو بتنو عري كذا لوزي نزل فدي البالغ على حصة هاي كثير مهمة اللي هي الدور الدموية الكبرى والصغرة وكيف يتم التبادل فإذن الصغرة من القلب للرئتين للقلب عمان صوية لعمان من القلب للرئتين للقلب الكبرى قلب الجسم لم يم ترجع للقلب القلب لما يدخل الجسم يطلع أوتو يرجع سي أوتو الصغرة في الأكس راح أدخل سي أوتو عريتين أنق الدم من السي أوتو ورجع القلب أوتو وهكذا تستمر الصغرة والكبرى إن شاء الله يا رب قلبكم يظلوا شغال أموروا ميمية صحتوا فيه والله بعد أنكوا جميع الأمراض لا تنسوا تعملوا اشتراك في القناة قناة أستاذ أنس النجار على اليوتيوب وتبعتوا لي على الرقم الواتساب الموجود في الدوسية عشان أبعطي لكم الدوسية ملخص بي دي أف وضيفكم أقربات الواتساب أعطيكم العافية اللي عندها مكون خلصنا الدرس الثاني من الوحدة الثانية اللي هو جهاز الدوران إن شاء الله في حصص قادمة راح ننبلج في شرح الجهاز التنفسي لطلاب الأول ثانوي كل الحب كل الاحترام لطلاب فين وسبعة إن شاء الله نشوفكم في حصص قادمة يعطيكم ألف ألف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة